مباشرة من بغداد نايف شمري عضو مجلس النواب أستاذ نايف أنت تمثل الموصل وأهالي نينوى عموما في مجلس النواب والأهالي يشكون ضعف زياراتكم للمدينة المنكوبة كيف ترد؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولكل المشاهدين كل أخواني أعضاء مجلس النواب لديهم زيارات مستمرة إلى محافظة نينوى لكن ما هي الإجراءات من قبل الحكومة تجاه أهالي مدينة الموصل بعد عمليات التحرير وتخلص أهالي محافظة نينوى ومن تنظيم داعش الأرهابي لم نرى هناك جهد من قبل الحكومة لغرض عادة الجانب الأيمن إلى وضعه الطبيعي الجانب الأيمن أصيب بنكبة كبيرة لا توجد خدمات أكثر من 15 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل لحد الآن لم تضع خطة لعادة أعمار الجانب الأيمن من مدينة الموصل عندما تتكلم مع المسؤولين الحكوميين التنفيذيين سواء المحلية أو الحكومة المركزية في بغداد لا توجد هناك موازنة لا توجد هناك مبالغ مخصصة أستاذ نايف عذرا للمقاطعة وتفاجأنا في موازنة عام 2018 لا توجد أي مبالغ لعادة أعمار مدينة الموصل معذرة ضمن إشكاليات تعامل الحكومة مع أزمة نينوى ونكبتها على المستوى المحلي وعلى المستوى الاتحادي هذا الموضوع مشخص وربما صور تتحدث عن مثل هذا القصور ولكن لم نركم أنتم كممثلين على منصة مجلس النواب تعترضون على الموازنة تعترضون على انعدام مشاريع الإعمار تتحدثون عن صعوبة إجراء الانتخابات وستتشبث حكومي بموعدها والناس لا زالت في النازحين أو في الخرابات التي يمكن أن تسكنوها أليس كذلك؟ تسمح لي أن أتكلم أول من دعا إلى عدم التصويت وتحديدا أعضاء مجلس النواب الممثلين لمحافظة نينوى بعدم التصويت على الموازنة وقبل أن تصل إلى مجلس النواب العراقي بعد أن تسربت إلي شخصيا معلومات عن عدم تخصيص مبالغ لإعادة إعمار مدينة الموصل وبإمكانكم أن تراجعوا التصريحات من خلال موقع السومرية نيوز دعاية كل أعضاء مجلس النواب وتحديدا أعضاء مجلس النواب الممثلين لمحافظة نينوى عدم التصويت على الموازنة لعام 2018 ما لم تتضمن ثلاثة شروط ألا وهي أولا تخصيص مبالغ كافية لإعادة إعمار مدينة الموصل ثانيا إطلاق الدرجات الوظيفية التي حرمت منها هذه المحافظة منذ عام 2014 ولحد هذه اللحظة ثالثا تخصيص في الموازنة مبلغ لعادة المنتسبين المفصولين من منتسبين وزارة الداخلية والدفاع من أبناء محافظة نينوى لأنه لحد هذه اللحظة لن نرى في الموازنة ولن نصوت على الموازنة وكان هناك مؤتمر لكل أخوان أعضاء مجلس النواب الممثلين لمحافظة نينوى بعدم التصويت على الموازنة ما لم تتضمن هذه الشروط أما بخصوص الانتخابات فبإمكانك أن تراجع التصريحات السابقة أنا دعيت إلى أنه تؤجل هذه الانتخابات اسمح لي أن طيني الوقت الكافي حتى أجاوبك على سؤالك كيف تجرى الانتخابات في هذه المحافظة المنكوبة والتي أصابها زلزال تنظيم داعش الهجرة والمهجرين تقول عاد النازحين تقريبا ما يقارب 45% هل تعلم أن بعض النازحين عادوا إلى مناطقهم ولكن وجدوا بيوتهم مدمرة بالكامل نحن نحتاج إلى فترة لكي نعمر الموصل لكي نؤهل الناس حتى تذهب إلى الانتخابات وأنا تكلمت وبكل صراحة عندما تجرى الانتخابات في محافظة نينوى لن يكون هناك أقبال اليوم المواطن في محافظة نينوى جائع مشرد لا يوجد لديه دار سكن المريض لا يوجد علاج كيف يذهب إلى الانتخابات اليوم لا زالت مخلفات الحرب في الجانب الأيمن من مدينة الموصل لا زالت أقضي بيكاملها لم يعود النازحين إليها كقضاء البعاج والحضر ونحية القيروان وكذلك قسم كبير من نحية التلعبطة وكذلك المواطنون في المنطقة القديمة اليوم المواطن إذا ما عاد المنطقته شون يذهب للانتخابات أختم بقضية مجلس المحافظة أستاذ نينوى التي تمر به محافظة نينوى أعتقد كل أخواني أعضاء مجلس النواب الممثلين لمحافظة نينوى كان بالإجماع أنه يكون نطالب بتأجيل الانتخابات وطالبنا وسنظل مصرين على المطالبة بتأجيل الانتخابات في محافظة نينوى ماذا عن الأزمة السياسية داخل مجلس المحافظة جهات تسعى إلى إقالة المحافظ بتهم فساد والمحافظ لم يقل بسبب تغيب ومقاطعة بعض أعضاء مجلس المحافظة كما شهدنا يوم أمس من حراك نحو ذلك هذه الأزمة إلى أي درجة تنعكس على وضع محافظة نينوى بالكامل وهي تنتظر من ممثليها المحليين والاتحاديين إجراء لما تعانيه من نكبات أي أزمة سياسية في المحافظة بين مجلس المحافظة والمحافظة سيكون مردودها السلبي على المواطن لأنه ستتأثر جميع الخدمات في المحافظة منذ فترة طويلة وهناك مشاكل كبيرة تحدث بين المحافظة ومجلس المحافظة لم تحل هذه المشاكل كان يوم أمس هناك استجواب للسيد المحافظ لكن لم يتحقق النصاب أنا أعتقد اليوم الخلافات مستمرة وهذا ينعكس سلبا على المواطن اليوم كل الدوائر الخدمية وضعها مرتبك لا تستطيع أن تقدم الخدمات للمواطنون لأن هناك إجراءات يجب اتخاذها ويجب أن تصدر قرارات من قبل مجلس المحافظة ومن المحافظ حتى يستطيع رؤساء الدوائر الخدمية من تقديم الخدمات للمواطنون أنا أعتقد العزمة أثقلت كاهل المواطن في محافظة نينوة والمتضرر الوحيد من هذه العزمة السياسية هو المواطن في محافظة نينوة وعلى الإخوان في مجلس المحافظة والمحافظ أن يتركوا الخلافات وأن يذهبوا للشارع لتقديم الخدمات لأنه اليوم الخلافات أثرت سلبا على المواطن نايف شمري عضو مجلس النواب عن محافظة نينوة كنت معنا مباشرة من بغداد